اخد بالك يقول لك ده تتوقف على قدرة نادي الزمالك على انه يرفع موضوع ايقاف القيد عنه عشان لو الزمالك ما قدرش هتلاقي بتكلم لو الزمالك ما قدرش يرفع ايقاف بتاع القيد هيبقى محتاج كل لاعب عنده في القائمة وبالتالي مش يعرف يبقى اي لاعب لشبانة ولا عبدالله ولا احد هيسيب كل اللاعبين اللي موجودين حاليا يعني موضوع ايقاف القيد عن الزمالك هيتحل هيتحل هتقول لي يعني ايه هقول لك اه الزمالك هيلاقي نفسه داخل في حاجات كتيرة اوش القصة بتاع سبورتين لشبونة لفلوس قصة اشنبونج لفلوس بعد شوية ممكن يطلع لك قصة خارد دابو طيب لفلوس الزمالك هيلاقي عنده بلقاية فلوس كده حلوة طييلة يعني زعل يعني تمام بس الزمالك هيتفعهم هتقول لي ازاي مفيش فلوس هيتفعهم مفيهاش معرفش ازاي انا عشان برضو ما تقولش انه هيتفعهم دي اللي هو كريم عارف المعلومات معرفش بس انا اتصور واعتقد انه مفيش حد جونادي الزمالك هيقبل انه الزمالك يخش الموسم اللي جاي دون اضافات ودون لعبين جدد اكيد ده ضغط مالي كبير جدا على دي الزمالك ضغط مالي كبير جدا بحسب معلوماتي بحسب معلوماتي يعني اللي جات لي انه قبل يوم الثلاث اللي جاي الزمالك هيكون مخلص اموره في هذه القصة هيسدد الفلوس اللي عليه ويترفع ايقاف القيد حسب معلوماتي هتقول لي ايه مواموك ما يلحقش يدفع او ما يدفعش قبل يوم الثلاث هقولك تبقى لهم اتغير بس المعلومات اللي بتجنى بتجنى منين من جوه نادي الزمالك بتتكلم في مليون ونص لنادي سبورتين لشبونة مليون ونص دولار طبعا ومتين الف جنيه متين الف دولار عفوا لاشنبونج فتتكلم في مليون وسبعمائة الف دولار رقم رقم بصر رقم يوجع يعني تتكلم في ما يقرب من ستين مليون جنيه مضخم يعني بس لازم خلاص يعني مش وقته بقى ايه مش وقته ان احنا نقنب الأمور كلها على جمهور الزمالك يعني مين غلط ومين ليه وازاي وفين وكنت بتجيب ليه وبتشتري ليه وبتبيع ازاي كل التفاصيل دي على جنب بقى دلوقتي الزمالك في وضع حاليا محتاج ايه محتاج يسدد أموره اللي عليه ويبدأ يشوف صفاقاته الجديدة للموسم الجديد عشان يظهر الزمالك بصورة أفضل قدام جمهيره عن الصورة اللي ظهر بيها عزة الموسم